البداية من موقع اليمن اليوم وفيه نقرأ الاتحاد الاوروبي يطلق مشروع لدعم الاقتصاد اليمني الميليشيا الحوثية ترتكب جريمة مأساوية جديدة بحق المدنيين في حيس وكالة الثاني من ديسمبر اوردت العناوين التالية الخبراء الامميون الحوثيون يستهدفون الفئات الضعيفة للالتزام بايدولوجيتهم التقى بجريسلي رئيس الوزراء ينبه من نهب ميليشيا الحوثي للمساعدات واستغلالها في تجنيد الاطفال الساحل الغربي اوردلاتي الحوثي يحذف درس الاحتلال الفارسي ويستحدث الغزو الامريكي البيضاء قبائل رداع تتداعى للدفاع عن اراضيها وكانت خبر طالعتنا بالعناوين التالية البيضاء توتر بين قبائل رداع وميليشيا الحوثي اثر محاولات استحواذ الاخيرة على املاكهم صنعاء ملاك محطات التوليد الخاصة يرفعون تعرفة الكهرباء من 360 الى 520 ريالا خلال اسبوعين ميليشيا الحوثي تفرض حصارا خانقا على قرابة 22 الف مواطن في مديريتين عمان وناطع بالبيضاء في موقع نيوز يمن نقرأ قيادات متخمة بالنفط الايراني تبيع وهم الكرامة والاف اليمنيين على ابواب المنظمات حصار حوثي يفاقم ازمة المشتقات النفطية في صنعاء سياسيون الحوثي عميل ايراني ويجب اقتلاعه من جذوره موقع المنتصف اورد الاتي وصول شحنة اسلحة جديدة للحوثيين عبر ميناء الحديدة في صحيفة الشارع نطالع الازمة في حضر موت سجال ردود بين الحكومة والسلطة المحلية بعيدا عن المعالجات الحقيقية مأرب قوات العمالقة تواصل توغلها صوب مواقع الحوثيين المطلة على مركزي العبدية والجوبة من الصحف العربية الشرق الاوسط ضربات اسنادية من التحالف تكبد الحوثيين خسائر كبيرة في مأرب وتعز واخيرا من موقع الحدث الاخباري مقتلوا 15 حوثيا واصابة اخرين في غارات لتحالف غرب تعز حصار حوثي يفاقم ازمة المشتقات النفطية في صنعاء ترجمة نانسي قنقر